بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فأبو طالب ما مصير أبي طالب هل أبو طالب في الجنة أم في النار هل أسلم أبو طالب أو لم يسلم أبو طالب أقرأ السؤال الذي أكده علي بعض الإخوة ويبدو أن القضية ساخنة لأن الأسئلة ثواردت إلي من أماكن كثيرة هذا أحد الأسئلة يقول ألتمسوا من حضرتكم مقطعاً عن أبي طالب وكيف نوفق بيد الحديث الصحيح في البخاري وما جاء في السيرة الحلبية للسيد أحمد زيني دحلان حيث جاء في الكشف عن بعض ساداتنا الصوفية أنه ناج بل ومن كبار العارفين ولكم جزيل الشكر ناج ومن كبار العارفين لا يكن عندكم هذه الجرأة على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصوفية وكشف الصوفية لا قيمة له إذا تعارض مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف موجود ولكن القول بأن أبا طالب قد قال كلمة الإسلام بناء على احتمالات وأشياء هكذا وممن حضر في المجلس ورويت هنا وهناك هذا نعم موجود بلا شك وهذا هو المنحة الذي يسلكه بعض الصوفية وبعض أهل السير وكذا يعني يسلكون مسلك أن الرجل قد مات قبل أن نطق لا إله إلا الله قبل أن يموت هذا الكلام مخالف لما عليه جماهير العلماء ومخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن أبا طالب في النار كما ذكر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم وغيره حينما أدركه النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في خضم النار فأخرجه إلى طرف منها إلى ضحضاح منها وهكذا فهذه أحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب ليس لنا أن نتجاوزها قضية أهل الفترة ووالدي النبي عليه الصلاة والسلام هناك الخلاف قوي جدا هناك الخلاف في عندي آية وفي عندي أهل فترة وفي عندي على عدم بلوغ الدعوة لذلك بقينا على الأصل وقبلنا الخلاف في المسألة وتبنينا القول بنجاة الوالدين لأنهما من أهل الفترة والحديث طيب ماذا تعمل به الحديث معارض بالآية يا أخي والآية أقوى دلالة من الحديث والآية عامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليس هذا مقام بسط هذه القضية حيث بسطتها في تسجيل سابق أما قضية أبي طالب بلا شك يا أخي الذي عندي والذي عندي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا أستطيع أن أتجاوزه للاحتمالات الذي يقول بنجاته وهو لم يقل لا إله إلا الله هو سيكون معه بلا شك في النار أبدا قولا واحدا لا لزعف هذا ولا أحد من المسلمين يقول بهذا ها بقي من يقول إنه قال لا إله إلا الله قبل أن يموت عند ذلك يكون قد أسلم ولكن هذا قول ضعيف جدا ليس من الأقوال القوية ومن قال به من بعض الصوفية يعني عذرهم هو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الحقيقة من يقول بأنه لم ينجو هو يعتمد على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح ولا يوجد معارض قوي كما فيما سألت الوالدين المعارض هنا ضعيف جدا وقال أو لم يقل ثم انتهى الأمر بل نزلت فيه آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لذلك يا أخي هذا الصنف من الصوفية أتفهم موقفهم ولكن لا أنصحك بالقراءة لهم ولا بالاستماع لهم لأنك ستوقع نفسك في مضايق وفي حرج كبير وتدافع عن قضايا كثير منها خاسر أنت تعتقد أنك بذلك تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى نصرك وأنا أعتذر من جنابه الرفيع عليه الصلاة والسلام أن يخط في هذه المسألة لا أعتقد أن سيدنا عليه الصلاة والسلام يحب هذه السيرة لأنها تحركه وتؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الذين يؤذون رسول الله هؤلاء من الأشرار ونسأل الله العافية ونبرأ إلى الله تعالى وإلى وجهه الكريم من أن نخوض في أي موضوع يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أذية النبي في ماذا عليه الصلاة والسلام؟ أذيته في فتح هذا الموضوع كان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هداية أبي طالب وأبو طالب لم يثبت أقول لم يثبت عند جماهير علماء الإسلام أنه خرج على دين الإسلام ولو خرج على دين الإسلام يعني هل سيبقى النبي عليه الصلاة والسلام حزينا ذلك العام؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد أهل الذوق وأهل الفهم عن الله تعالى إذا علم أنه مات مسلما هل سيحزن؟ بل سيفرح له أشد الفرح وهذا العام قد سمي عام الحزن نعم فقد السيدة خديجة وفقد أبا طالب ولكن لو أسلم أبو طالب ما كان أخفي وهذا الأمر من شأنه أن يشتهر وينتشر لا يبقى خبر واحد خاصة أنها قضية حساسة وتمس جانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا متمم ابن نويرة يعني من أشهر من أشهر من أشهر من رثى أخاه حتى طار الركبان بقصائده لقد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذراف الدموع السوافك فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللواف الدكادك فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فدعني فهذا كله قبر مالكي يرى قبر مالك في كل قبر يراه ويبكي عليه فحينما رأه سيدنا عمر قال له يعني لو كنت أستطيع لا فعلت ما فعلت أنت من الرثاء في أخي زيد بن الخطاء أخي زيد مات وأخوك يعني مات أنا لا أستطيع ليس عندي هذا الشعرية وهذا الرثاء فقال له يا أمير المؤمنين أخوك زيد مات شهيدا مات فهو في الجنة وأخي مات كافرا فهو في النار فقال عمر ما عزاني أحد بمثلي ما عزاني هذا الرجل ما عزاني أحد بمثلي ما عزاني هذا الرجل قصة أبي طالب الحقيقة لا أحب أن تفتح ولا أحب أن أعرج عليها والحقيقة لولا الإلحاح الشديد لما تكلمت فيها وقد ذكرت لماذا لم أتكلم فيها الحقيقة كلنا يتمنى أن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون قد قالها قبل أن يموت ولكن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار كما يقول سيدي بن عطاء الله السكندري لا أحد يستطيع أن يتجاوز قدر الله تعالى ولا جميع الأولياء بل ولا حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر يجري وسيدنا عليه الصلاة والسلام سيد عباد الله تعالى لذلك يعني أرجو عدم الأخذ والرد في هذه القضية وهذا الملف سيغلق إن شاء الله لن نتحدث عن هذه القضية مرة أخرى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله